دلوقتي مشاهدينا معد مجز الأهم الأخبار مع هالا شكرا شازلي التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت درينتش ومجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستلاء والتعدي عليها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين وخلال الاجتماع طلع الرئيس السيسي على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية فضلا عن عرض تحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد وسبول التغلب عليها أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن أغلبية سكان قطاع غزة أصبحوا نازحين بسبب القصف الإسرائيلي وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة أضف منصور أن إسرائيل تحاول إخلاء غزة من سكانها تماما هذا ودع مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير محمود ضيف الله المجتمع الدولي لبذل الجهود للضغط على إسرائيل بالتوقف عن المماطلة في إدخال المساعدات لغزة مشيرا إلى أن مصر لم تتدخر جهدا لسرعة نفاذ المساعدات رغم العرق للإسرائيلية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جدا من مستشفى القدس التابع له والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي في سياق المتصل أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وصل القصف على جميع مناطق قطاع غزة ما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات المواطنين وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن التسعة استشهدوا وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال استهدف منزلا في منطقة المخيم الغربي في مدينة رفح جنوب القطاع فيما ارتفع عدد الشهداء في قصف استهدف منزلا قرب مقر الخدمة الطبية في منطقة الزويدة واستقطاع غزة إلى ثمانية عشر شهيدا عرب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي عن ثقته بأن عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودية مع مصر سيصل إلى نحو مئة يوميا خلال الأيام المقبلة وقال كيربي أن المرحلة الأولى التي تحدثت فيها الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن المساعدات هي محاولة زيادة عدد الشاحنات إلى مئة يوميا وضيفا أن واشنطن واثقة من تحقيق ذلك خلال الأيام المقبلة أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن التقى بوزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان وأوضح البيت الأبيض أن سوليفن ووزير الدفاع السعودي أكد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تجنب أي توسيع لرقعة الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمقرها بمحافظة القاهرة وفدا من الاتحادات الرياضية برئاسة رئيس اللجنة الأولمبية المصرية هشام حطب وخلال اللقاء أشهد وفد رؤساء الاتحادات الرياضية بإنجازات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بما في ذلك ما شهدته الرياضة والبنية التحتية للملاعب الرياضية أعلنت السلطات نيجيرية أن 17 شخصا لقوا مصرعهم ولا يزال أكثر من 70 آخرين في عداد المفقودين إثر غرق مركم في نهر شمال شرق البلد وبحسب السلطات فإن القارب النهري كان يقل حوالي 100 شخص من بينهم تجار وأطفال حين انقلب في ولاية ترابع حيث كان في طريقه إلى سوق تجارية في بلدة مايورانيو أعلنت مؤسسة روسية عن اختبار منظومة جديدة قادرة على حماية المدرعات من الطائرات المسيرة المجهزة بذخائر متفجرة وأوضحت وكالة الأنباء الروسية تاس أن مؤسسة روسية بدأت باختبار منظومات حرب إلكترونية جديدة قادرة على التشويش على الطائرات المسيرة المجهزة بذخائر متفجرة واختبرت هذه المنظومات على ناقلات الجنود المدرعة توجى الدولي الأرجنتيني ليونال ماسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2023 المقدمة من ميجلة فرانس فوتبول الفرنسية وتفوق ماسي على كل من النرويجي إيرلي هالند والفرنسي كاليان بابي والبلجيكي كيفين دي بروين بعد وصول رباعي إلى قيمة المرشحين المختصرة في جائزة الكرة الذهبية انتهى موجزة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل